خلينا نبدأ من آخر الدوابين ديوان كنت أتكلم عنه الأخ صورة طبق الأصل من الغربة عايزين نفهم أكتر وتكلمنا عنه بشيء من التفصيل الأول فكرة الأخ يعني هي فكرة راسخة داخل الموروس المصري بشكل كبير جد تمام وداخل التراث الإنساني بشكل كبير جدا من عند أبيل وهبيل تمام فكرة فكرة أنه ممكن يبقى أخين بس على طريقين مختلفين أخين ممكن يبقى قاتل ومقتول أخين طول الوقت هو المنطقة دي من الغربة أنه ممكن يبقى عندك أخ بيمثل هذه المساحة من الغربة ممكن يبقى شبهك في كل حاجة لكن هو بيمثل المساحة دي من الغربة أنا شفت أنه أن الأخ ممكن يبقى صورة طبق الأصل بس من الغربة أخوة مزيفة؟ أه زي ما حصل في مجتمعنا يعني فترة ما كان فيه الشد والجزمة بين الطيار والآخر وده بيكفر ده وده بيكفر ده وإحنا في الآخر كلنا تحت مسمى وطن اسمه مصر مختلفين فيه ممكن يبقى أخوات مختلفين ففكرة التكفير وفكرة أن ده بيكفر ده أو ده عشان اختلف معك فبقى عدوك ممكن تحصل دي ما بين الأخوات ودي كانت فترة في مصر هنا حصل الانقصام الكبير جدا داخل كل البيوت اعتمدت عليها الفترة دي في الديوان الفترة دي اه لأنه هو الديوان كله عبارة عن قصيدة واحدة يعني تكلمت فيها عن الأخ من من المنطق الموروسي ده وعن الأخ من المنطق السياسي يعني من منطق القضايا التي اتراعت يعني فكرة القصيدة الوحدة في الديوان على بعضها كده الديوان كله عبارة عن قصيدة واحدة مش حاجة متعودين عنيها ومش حاجة درجة ده حقيقي أنا كان عندي تجربة اسمها سيرة الورد أنا أصولي من من قبيلة اسمها لحويتات من جنوب سينة من البدو يعني فكان عندي ديوان اسمه سيرة الورد كان قصيدة واحدة برضه هو الديوان اللي كان فاز بجازة الدولة التشجعية 2016 فهي بتعتمد على النفس يعني يعني على إنك عندك قدرة على الاسترسال كمان يعني أفكر حضرتك وأفكر حضرتك يعني بأن احنا عندنا شعر الربابة ده اللي كان بيقعد يقول طبع سيري تبوزيد يعني تمام فهو شعر العمية في مصر كده إما شعر بيقدر يحصل عنده تداعي ويحصل عنده حكي داخل الأصيدة إما شعر بيقعد يعني تشكيل العالم زي ما بيقوله طيب زي ما كنت بتتكلم عن أصولك دايما البيئة البدوية هي ملهمة ملهمة لكل ألوان وأنواع الشعر طبع حزن ريثاء أي نوع من أنواع الشعر هي ملهمة لها زي البيئة إذا أسرت في شخصيتك الشعرية ده سؤال اللي أنا بحبه وسؤال جميل جد تمام أولا إحنا البدو عندهم الشعر حاضر في كل حاجة حاضر في قطع الحق يعني قطع الحق اللي هم يقولوا عليه حق عرب العادة العرفية آه آه يقول لك هننام الحق عرب تمام فده حاضر الناس بتكلم بعض في قضيها بالشعر فيقول له مثلا عايز يقول له ما تخشش البيت ده فيقول له بيت كتر وردة خفة الجدم عنا آه يعني بيت كتر وردو كتر من يوردو أو كتر وردو زهره البنات اللي فيه خف الأدم عنه بحيث ان انت ما تتحركش عشان ما تكسبش حد ما تحركش حد عندهم بنات زي يقول أو كتر من يوردو فخف الأدم عنه كانوا بيحلوا قضيهم أعدات قطع الحق بالشعر عندنا السامر وعند السامر ده اللي بيتعمل الغنى اللي بيبقى يعني بيتعمل في أوقات الأفراح وليه طريقة معينة عندنا حاجة اسمها الدحية يعني ده حيوه يعني حيو اللي جاي علينا ده وكان كله بيبقى يعني بيبقى ارتجال مش حاجة معدل